الجيش الوطني يضيق الخناق على الميليشيا الانقلابية في حيس المعارك في هذه الجبهة لم تتوقف في وقت يواصل فيه الجيش والمقاومة الوطنية وبإسناد من التحالف تمشيط المناطق المحيطة بمدينة حيس آخر الأنباء الواردة من هذه الجبهة تفيد بأن قوات الجيش والمقاومة استكمل تمشيط المزارع الممتدة من الخط الساحلي أمام قرية موشج مرورا بقرى الحوائط والسعيدية ووادي عرفان حتى الخط الأسفلتي الواصل بين محافظتي تعز الحديدة مقابل مفرق دار الكبيش عمليات التمشيط نجم عنها سقوط العديد من القتل والجرحة في صفوف الميليشيا فيما لم تسجل أي خسائر تذكر في صفوف الجيش والمقاومة أبرز تطورات الساعة الأخيرة في هذه الجبهة كان مقتل القائد البارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية محمد محمد حسين العجري المكنى أبو إسماعيل مع عدد من المسلحين الحوثيين في محيط مدرية حيس في غارة لطياران التحالف يأتي ذلك بعد ساعات من غارات مماثلة لطياران التحالف على تجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثية في مديريتي الخوخة وباجل في جبهة الساحل الغربي أسفرت عن مقتل 23 مسلحا من المتمردين إلى ذلك استهدف طياران التحالف زورقا حربيا تابعا لميليشيا الحوثي الانقلابية قبالة سواحل الحديدة أكتت مصادر التحالف أنه كان يشكل تهديدا للملاحة الدولية التطور الأبرز في سياق العملية العسكرية الدائرة في محافظة الحديدة تمثل في استسلام قائد جبهة الساحل الغربي التابع للميليشيا إبراهيم عذابو مع خمسين مسلحا آخرين للقوات الشرعية والتي نقلته ومرافقيه وعناصره إلى معسكر في مدينة المخا المعارك في جبهة الساحل الغربي تتسبب في تآكل التواجد العسكري للميليشيا التي تستميت في البقاء هنا للحفاظ على شرايان الحياة الذي يؤمن استدامة حربها مع الدولة والمجتمع